طيب تخيلوا لو كان العكس دقوا لفقراتنا بعد بكرة يوم الأربع الأهل حيبدأ مشوار الدوري حيستأنف مشواره في الدفاع عن لقب هو إيه لو كان العكس وتتخيلوا إيه الأهل اللعب مع سانداونز في جنوب أفريقيا يوم سبعة الأهل اللعب يوم سبعة مارس الزمالك سبقوا بيوم الزمالك لعب مع التراجي في تونس يوم ستة ورجع تاني يوم من تونس الآهل رجع النهاردة الصبح ولعب يوم سبعة وتخيلين إن اللي لعب يوم سبعة يلعب يوم الأربع واللي لعب يوم ستة هو اللي يلعب يوم الخميس نهيك عن حاجة مهمة أستاذ إبراهيم مسافات السفر للفرقتين أنا حتى المسافات كل مرة أقول لك كده تقول لي حتى المسافات لا مهمة تعرف لو العكس يقول لك أسله هو جاي من شمال أفريقيا وزمالك جاي من سفر أكثر إرهاقا لكن لما تب أنت هو ممكن يرد علي بحاجة يقول لك أنا وأنا بحط الجدول مش عارف مين هيلعب ليش حطيت الجدول خلاص كده مش هلعب فيه بس هي الفكرة ده اللي بيلعب ستة وده بيلعب سبعة الله لكن الأهلي يعني كان كلامي مع كابتن سادعب حبيز النهاردة إحنا بنحترم الجدول طبعا وهننفذ الجدول حتى لو كان عنده فرصة لتمرينة واحدة بس بكرة لكن في النهاية خلاص ده جدول وبنحترمه لكن إنتو تحييروا لو ده العكس ده ممكن نحترمه إن إحنا نلتزم بيه لكن إحنا إحنا هنلتزم بالجدول لكن عشان نحترمه الاحترام ده قيمة أعلى عايز أفهم السبب ما هممكن يكون فيه سبب منطق هذا القرار لابد أن يكون لها مبرر إن اللي بيلعب الأول يرتاح أكتر واللي بيلعب متأخر وجاي من مسافات أبعد يبقى هو يعني إيه اللي حط الجدول ده وهو بيحطه لأن ده جدول انطقائي ما تقوليش قرعة وانت بتحطه كان عندك فلسافة عايزين دي أعرفها بس يعني ولا كتير شوفوا بقى الوضع العجيب جدا لو كان العكس كانت الدنيا عاملة زي دلوقت وكان الآله التهم بإيه وكان اتحاد الكرة هو اللي بيسلك لسكة الآله والتحاد الكرة هو اللي بيريح الآله وشمعنا الآله وكنا هنسمع موويل في القصة دي بالذات لكن أديكوا شايفين اللي بيلعب متأخر اللي بيلعب يوم سبعة هو اللي يلعب الأول واللي يلعب يوم ستة يكمل الراحة بتاعته معلنا الأهلي بيستانف يوم الأربع مبارياته في الدوري هيواجه سموحة في استاد السلام المباراة في الأسبوع التمنتاشر للدوري الأهلي زي ما حضراتكم عارفين يحافظوا الحمد لله على العلامة الكاملة حتى الآن عنده تمانية واربعين نقطة من المباريات اللي لعبها سموحة السابع باربعة وعشرين نقطة مباراة الزهاب واحد سفر لصالح الأهلي كان بهدف رمضان صبحي زي ما حضراتكم شايفين الأهلي واسموحة قبل كده اللعبوا تساعتاشر مرة الأهلي فاز عشرة واسموحة فاز مرتين تعدوا سبع مرات الأهلي سجل في اسموحة سبع وعشرين هدف واسموحة سجل في الأهلي خمستاشر هدف زمالك حيلعب حيلعب الخميس ان شاء الله لكن زي ما انتم عارفين الوضع المضغوط للأهلي في المرحلة اللي جاية مخلي زمالك هيلعب بعد لقاء الاتحاد هيلعب المصر يوم خمستاشر والمقصة يوم تسعتاشر ونادي مصر يوم اتنين وعشرين الآن هيلعب ثلاث مباريات أخرى قبل توقف الدوري مع انبي يوم اربعتاشر مع الانتاج الحاربي يوم تمنتاشر ومع اسوان يوم واحد وعشرين النهاردة مع عودة الدوري تم تطبيق نظام الفار او حكم الفيديو المساعد لأول مرة مع عودة الدوري يمكن تطبق في المباراة اللي فاتت النهاردة كمان تم تطبيقه تعادل الاسماعيلي مع الجونة واحد واحد وبكرا ان شاء الله المقولين والجيش التلات يوم الاربع طنطا وودي دجلة امبي وبرامدز والاهلي واسموح يوم الخميس افسي مصر مع الانتاج الحاربي الحدود مع المصري المقصة مع اسوان والاتحاد مع الزمالك دي خلاصة مباريات الاسبوع التمنتاشرة باش مهندس والنهاردة كان لك ملاحظة على الفار طبعا ام انا قلتلك انا متخف من الفار اصلي بص في الاخر مين اللي بيدير الفار بشر وحكام طالما العنصر بشري موجود فالخطأ وارد ومش الخطأ وارد والرؤية والاختلاف على الرؤية ورجعنا قلنا رأيه استشاري وان الحكم عنده الفيتو في كل الاحوال انت بس بتخلق خطوة وسيطة تزيد من الجدل وابتدت النهاردة يعني النهاردة في ماتش الجونة والاسماعيلي هدف للجونة احتوسب تسلل رجع للفار الفار رجع الحكم يعني واصر على قراره مما يوحي بان الفار اتفق معه هو لجي الفار اربع مرات لكن هاي وانت موجود عشان القرارات المصيرية يعني انت في كل القرارات التانية مفيش اشكالية انما الهدف هاجم انتهت بهدف يقوم يتضح بعد كده ان الهدف سليم باعتراف رئيس لجنة الحكاة كنت اسألك في الجزية دي كابتن جمال غنضور له تصريح بعد المباراة دي اللقطة هاي كابتن جمال غنضور له انه الفار اخطأ في تقدير في الغاء هدف لجونة هل التعقيب على قرار الفار هيصير جدل ويخلق مشاكل هل الافضل بسؤول اللاجنة يصرحه ونسب لجمال الغنضور على احد المواقع الله اعلم قاله ولا ما قالش انما طالما انه انه نسب لجمال الغنضور اذا ما ما نفاش كابتن جمالي يبقى قال وهي حدبان حتى في تحليل السعودات التحليلي حدبان لا احد المواقع نساب هالو بس الاعداد بيقول لي لا في الازاعة ما اعترفش بيها جمال الغنضور الفكرة مش هنا الفكرة انك انت طب وصلنا لايه مهديزة فكرة الحكم الخامس اللي كان يفعل الأخاط ويشارك في اللعبة شايفها وبين الاتنين لعبة وما ياخدش قرار او ياخد قرار عكسي هو انت كل عمال بتزيد من خطوات الجدل مرحبات في قناة